بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور عبدالسلام رمالي بشكر الدكتور مازل على دعوتي لأعطاء هذه المحاضرة البسيطة اللي اتمنى ان شاء الله تعالى لعجابكم هنتكلم اليوم على complete versus partial dentectomy of impacted teeth clinical dilemma اخترت الانوارض بالذات لان موضوع يخدم الجي بي ونحاولي ننقدمه بصورة مبسطة sorry okay at the beginning we have to define what's meaning of impacted teeth impacted teeth اي سنة fail أو fails to erupt the dental arch within the expected time because we have to differentiate between the impacted teeth and erupted teeth there is many causes for the impacted teeth the most properly or the most commonly cause of the impacted teeth there is no adequate space for the late erupting teeth طبع زم احنا عارفين ان the most common impaction اللي هما سوى كان lower or upper or upper or lower or lower بالغالب ما يكونش فيه موجود لهم والله or 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 لما يبدأ الديبولو بمدى بتاعها تكون هولزنتفن تنجل بيرتكال إذا فعلت تغيير 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 تنجل بيرتكال يما سببين تانيات هذا يصير في المكسد انتشن لما الطفل اللي خلوه الأسنان بدري ممكن يؤدي لهذا دنستي زيادة على البون خاصة لما تكون في الأبر كناية الموجودة بلتل أو اكسيسف صف تيشو لما تنخلع أسنان بدري ممكن يتكون فوية فايبروزيس فنحتاجه في بعض الحين نحن نديره فيه بالطبوع للحيفين فالسرعت تنجل الانتجل single وييجب عليكم نعرف على سوى عمله للحضر لكن هذه المستقبل الأمر في تيدي وعلى الضرير بأي من المعاردة هذا ما تقبل المعاردة عندما يقول كم تضموم بلسل مرة العمل إنه بمستقبل النظام حيث يتم من المعاردة هذا هو النقاش نحن يعني نبريض ما عندهش اي مشكلة هل نحن ندخلوه في جراحة ونخضعوه ويخضع الى خاصة لو عمر كبير في السن او نخلو الحالة عنده هذا الموضوع فيه ما فيش ديبيت وكونتروفرسي ابوض السيمتوماتيك اف دادواتيك في كرز في برجم دلدفقت في حيثيوو براكورونيتس this is one of the indication too this is the therapeutic indication to remove this impacted tooth the most common cause of removal of impacted toot is the perichoronitis what's the meaning of perichoronitis is inflammation of the epirculum over the impacted tooth تصير لدي في تابت الاربشان التي ت تحملها في الغالب فعلاف الغالب تقوم بإمكانك بإمكانك ليس مثل السلم و الأبرياوريك يجب أن يجب أن تخلق لأنه يكون جراحي والمنطقة بردو according to many factors. assessment clinically and radiographically. So the treatment is irrigation. We will be prepared to do hydrogeny proxying and describing antibiotic according to the sign and symptoms. مش ديما نعطف антиبيوتك برضو في الحالات السفير form و لما يكون المريض خاش مني في فيفر ومالايز وصب في مستاترك space ومعندا ديسفاجيا وعندا صب من صب من ديبلر لمن ثنود في هذه الحالة ننصف في أنتيبيوتيك مستقبلة ياميميترينيزول أو بنسيلين أو كومبينيشن من الاثنين على حسب و لما الساينزة في انفكشن بعدين نقرروا هل نحن نديروا عملية اسمها وهذه عندها very specific indication and high rate of recurrence أو نحن for surgical removal of dis impacted tooth المريض لما يجيكم بhistory of repeated pericuronitis you have to interpret the radiograph properly لأن أحيانا نكون مريض عنده distal radiolucency or furcation radiolucency because of the history of the pericuronitis في عندنا cyst في عائلة inflammatory with the radicular cyst like a relatedly vital tooth بعكس radicular اللي وجدنا the classification of the cyst developmental and inflammatory the inflammatory is related to non-vital اللي هو the most common cyst اللي هو radicular والعائلة الثانية اللي هي الparadental related to lower eight وفي الأسنان اللي هي عنده history of recurrent pericuronitis so متفتحش الفم هيك تلقى السن طالعة متاخدش حتى radiograph لا you have to take radiograph you have to assess the case clinically this case clinically and radiographically good interpretation for the radiograph we prefer to take OBG rather than taking small biblical film وخاصة لو لو بريد عن the actor man back to the tooth because the OBG is the gold standard in the impaction assessment واحدة من الأسباب هادو الأسباب هادو ترابيوتك يعني لما يجيني البيشينت بكاريز في الأيد أو كاريز في السفن ما عاش في حاجة خلاص نقول له هادو اسمتوماتيك حتى لو قريبة من النير هنا العنوان المحاضر والclinical dilemma هل احناي complete removal odontectomy of the impacted tooth or prefer to intentional partial removal of the impacted tooth here coronectomy we do coronectomy or we do odontectomy is there a clinical difference ما بناتم هالفي specific indication شنو prefer شنو الايديا of doing coronectomy rather than odontectomy you have to know all of these factors in our lecture today So another حاجة تانية سبب تانية كوز تانية اللي هو Root Resorption من 2D ما تقدرش تحكم حقيقة you have to take CBCT because 2D فيها overlap وتب بي اسسسمنت كويس وتب بي ردوغرافيك كويس فحناي حقيقة يعني من نحن تدوش على تودي هلبة في Determination of the Root Resorption you have to take CBCT تو هيني الكنين واضح الموضوع عندي في الالترال وهدي واحدة من أسباب طبعا واحدة من مشاكل توجهانا في الابركنين لكن في حالات زي هادة ما تدخلش لمريض في جراحة ونيرف انجري وانت تحكم عليها ان هي وتطلق في الأخير أوفرلاب يعني هذي مشكلة كبيرة هادة الجملة اللي قلت لكم عليها هي شوفوا هني عندي بريابيكال ديستال لور تيرد مولر وكورتكيتد واتاتشت حوالي 1 سنتيمتر تجد انجري تنحي الابت هنا وتسلق معها السيست وتبعت البيوبسي انه في بعض الكيس ريبرت وجد انه بداية بعض الكيس ريبرت وجد انه ممكن يكون اوكي سي في صورة باردنتا في كلام هلب عليها فانت اي حاجة اللحة فانت اي حاجة التانية هنا الحاجة التانية هنا مش تمنع يعني انت لما يجيك مريض اسمتوماتيك لكن الايد طالعة في فما فانت اي حاجة اي حاجة التانية لو البيت يقعد انجري وما واش مدير جراحة وفي رسك من الجراحة لكن لو ما فيش رسك من الجراحة انا انا مفضل انه حيت تيردمولر هاتي لما تكون طالعة وفيه بردنتال دفكت ديستل السيبن ليش لانه المريض ينسى ما يشعرش بيه يجيك في المراحل المتقدمة انه تتلقى روحك انك تخاصر الات وخاصر السيبن فعندي طبعا بعد من نحوها نشوفه في البون اوكي وفيه حاجة تدروا نوع البكتيريا والبكتيريا والدبث بوكت بناتهم والزوز ووجدوا انه فيه والكي في السوتشر وهنا ادي واحدة من الحالات اللي اشتغلناها وتشوفوا السوتشرينج هناك كأنه مفيش في اللاب مفتوح لكن اهم سوتشر اللي هو هادا اهم سوتشر اللي هو استلتو السيفن هادا اهم سوتشر اللي هو استلتو السيفن نتحدث مع الناس ومع الناس نحو السنة هادية او نخلوها او نديروا موضوع كبير ويببى 3D assessment ويببى جيدة ويببى جيدة ويببى جيدة بالاخراء المتحدة نأخش في هالموضوع وحسن انه مفيش اي اه علاقة ما بين الاورثو ورموفل فمباكت التويتس. هو كان بفور والله بعد الاورثو. مفيش. مفيش على كل ما هو. يعني يجيك المريض او اتدخل المريض في جراحة. ويتبدأ كمبليتلي بوني. قريبة من نيرب. واتدخل المريض في سيرشتي. ويخضع المريض الى. انك انت تدخل المريض في حاجات زي هادي. علشان انك انت اه او المريض حس ان لما طلعت التيرد مولر صار لك راودينج في الليور انتيريور. تزامن مع الليات من ديبلر كروت. في حاجب تدسكس وانك اكسبلين المشكهة دي المريض وانه ملوشي علاقة دروس العاجة من هاش علاقة لا ضغطة ولا شيء. ويتلقى اصلا واقفة. ولا مايلا شوية وانفيش اي ضغط ولا اي شيء. هنفت تتسكس الموضوع حادة مع الاورثو ومع البيشنت برضو. الحاجة التانية بنقولوها برضو. اه اللي هي الفيشي البين. هل ببرضو بيشنت رفيرد للاوري المجزول الفيشي السيرجين انه هو فور ريموفو الفلور امباكتر تيرد مولر. زي بيشنت زي هادي عمرها ثمانية وثتين سنة. رفيرد ليا فور سيرجيك ريموفو الى دكتور طبعا البيشت بريزنتت ببين في اللورجو. هي هي شيي بوينتينك تبينو دلورجو. اه وهو حالة على اساس انها. اكسف على اساس انه درس العاجل ضغط على السيفن. وهي كومبليتلي بوني. وفي لي رون جروت وغريبة من نيرو. وفوق 25 سنة والبين البين البين لما اكشفنا هنا وجدنا موجودة هنا موجودة هنا طبعا احنا عملنا تستيج عطينا نيسيزيا فوق في الابر فلما اختفي البين اقتنعت البين جايب الابر موجودة من اللور فعني القصد من الموضوع أنك يجب ان تجد جيدة تجد جيدة تجد قبل ان تخذ مريضة تجد مريضة تجد ميوفاشي 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 مريضة تجد مريضة تجد يجب ان تجد تجد أن مرات نطره نوع تحط في الانسيزيا في الجوينت أو في المصل ونشوف البين اختفي ولا مختفاش يعني يجب ان تجد ونستمتع الوقت ونستمتع الوقت ونستمتع الوقت في هذه الحالات يعني ما عندكش اي شانس انك تجد بكوز الدكتورة هنا فلو البين في السبن انتقل 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 جروحة خادم مصط الأسنان هذه معضلة ونحضة ترد مولرز بردو ونحضة ترد مولرز ونحضة ترد مولرز قوم بالمولرز فيه قوم بالمولرز لو الحالة اسمتوماتيك عليك أن تقلق المولرز حتى لو طالع حتى لو طالع هو extreme age وكمبروميز وفيه احتمالية ومش مدايرة مشكلة خلي البيتش تخلق احسن هذا سيارة خذ حاضرة 80% of the cases diagnosis داي الحالات يجي من الهيستري. 80%. Just open your ears to the patient and listen carefully. Do good clinical assessment, examination inspection and palpation and good radiographic evaluation. سواء كان تبي تبدأ بريافيكا وانا ما نفضلش او كلوزل بعض الحالات. This is the gold standard عندنا OPG. تمام. لو انت شفت بعض الساينز او بعض البردكشن. اللي هم السفن بردكشن حنقول لهم توها. بيفضل انك في حالات هاتي. لو انت شكيت ان الدرس العقل هادا قريب من نيرب وفيه احتمالية أو في نيرب انجري. So this is the classification of the lower third molars. The basic actually according to the level. The position. واسطة the closer plane, below the closer plane, below cervical line او عندها انف روم وانا ما عنداش انف روم. طبعا الايزي هي لفل ون والايزي هي كلاس وون. This is the most easy. level one class one. وممكن تكون حتى خلع عادي. وستريت روت. الموست ديفيكلت هي لفل سي بوزيشن تري كومبليت ليبوني. هذي الحالات اللي زي هذي لفل سي لفل بي لكلاس تو كلاس تري لو هي اسمتوماتيك ما تدخرش المريض والمريض فوق الخمسة وعشرين سنة وما عنداش مشاكل وفيه احتمالية من نيرب انجري ما تدخرش المريض في جراحة فهو في غينة عنها. خلي المريض اندر فلو ابحسن. طبعا ده اكوردينج الانجوليشن عندنا في ميزو انجلر في هوروزنتل وفي عندنا لما يكون لونج اعكسس برالل وفي عندي وفيه اللي هو روت مورفولوجي على حسب ان كومبليت روت ولا كومبليت روت يهب تو اسس. ليش? لان الكمبليت روت مورفولوجي هو اللي هيعطيك هل انت حتجسم السنة؟ هل حتجسم الروت اتنين؟ هل حتطلع روت بطرف واحد؟ هل حتجسم الكراون اتنين؟ هل حتجسم الكراون اربعة؟ تمام؟ وللاسف انك انت معتمد على 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 الحاجة الثانية. الحاجة الثانية اللي هي شيني انت مفروض تشوف في أو شيني المفروض حتى تشوفها في أو بي جي ولا في في البانوراما. في حاجات لها علاقة بالتيرد مولر نفسها. في عاجات لها علاقة بالسيفن. فيها تؤسس حتى السيفن برضو روتها ونلقوا معها. وفي حاجات لها علاقة بالنيرل. هل تعتبر الأو بي جي هي تعتبر. والله هما سيفن علامات اثنين او ثلاثة منهم داروا كوريليشن بين الأو بي جي والسي بي سي تي ووجدوا انها مش كل علامات لكن اثنين ثلاثة علامات ده ممكن تعتبد عليهم وممكن يعطوك كلو ان هي الدرس العاجل هادا او روت جريب من النير. شون السبع علامات هادو? اول علامة بفوق عندنا اللي هو ريديوليوسنسي اوف داروت. تلقى نهاية روت من تحت لكن الكورتيكيشن سليم. في هذه الحالة تشك ممكن ان الروت جريب من النيرف. العلامة الثانية صدن او سيفير لي كيرفد روت روت لما يوصل من الكنال من اللوطة عمل سيفير كيرفيتش ارتحت. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة ممكن تلقى نروينج اوف داروت ومعها لوس اوف كنتينويتي. ممكن تلقى لوس او الروت في دخل الكنال زي هادو رقم دي. تلقى ممكن هادو واحدة مع علامات اللي الصادقة يعني في السي بي سي تي اللي هي الكنال. الكنال نازلة لغير اتجاهها. نازلة 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 نزل المسلط في الروت غيرت زالت نزلة تحمل عن طلعت فوق تاني. هادو العلامة تشك هلبة ان الروت ممكن يكون في النيرف. والعلامة اللي بعدها برضو الاف اللي هو نروينج اوف دا كنال هادو واحدة من الحاجات برضو اللي هي هايلي ريسك انت فيه بالاضافة الى لوس اوف كنتينوتي اوف داود. هادو العلامات اللي عامدناها مرة تانية. فعندي ثلاثة علامات ممكن تعتمد عليها مالو السوبر بوزيشن نروينج اوف داكنال قلناها والداركنينج اوف داود قلناها والدايفيرجنس اوف داكنال واللوس اوف كورتيكيشن اوف والبرسنتج اوف نارف انجري ممكن تصل لتناشف المية بعض دراسات طلقوها اثمانية في المية بعض دراسات اثناش في المية على السامبل اللي اخدوها وتبند على الكلاسيفيكاش اللي اعتمدوا عليه. آآ آآ تمام. شنوما العلامات هادو شوفوا معايا هني الاول فوق ايصار هني فيه ريديوليوسنسي في داود واضحة الكورتيكس سليمة جاعدة صح لكن فيه ريديوليوسنسي في داود دي واحدة من العلامات ممكن تدل على انه فيه بين الكنال وبين الروت العلامة التانية كأن فيه الليجن اهني او نروينج في الكنال الكنال نازل للوطة اهو وبعد نطالع فوق مرة تانية اهني دايفيرجنس ولا سيفير لكيرب في الروت وهني دايفيرجنس اوف داكنال. اوكي هادي واحدة من استرالي في 2009 ممكن تطلعوا عليها بتفاصيل اكتر وفيها دراسة كويسة وتوريكم العلامات بالضبط لصف اللي من الديورة اوف داكنال واحدة من الحاجات اللي قلناها برضو اولوصف الكنتنواتي. اوكي هادي واحدة اكزامبل كانت هايلي رسك كان فيه لصف الكنتنواتي. هايلي رسك والدكتور هنا عمل خاش بالفشر بير هلبة والمريض صال لنم بلس يعني فهذا دليل على البرد اسسمت. سو اف يو فيل توب لان يو بلان تو فيل. لو انت ما عملتش اسسمت كويس و بلانينج صح مزبوط من قبل ما تبدأ انت هتا في الوقت ترسم في خطة للفشل هاد هم الكورتيكيشن اللي ميزبطه مش وهذا علاقتهم مع بعضهم. هادي باي اتشانس اكتشفناها طلبنا او بيشياء المريض جاي اكسبوجد جاي بيبين في الاكسبوجد لور سفن في برابيكا ردوليسنسي بالبركرون الانسف ردوليسنسي والدستروت واضحنا في ردوليسنسي وفي لصف الكورتيكيشن بغضو المريضة المريضة يستمر ببعض philosophy هذا يخلي في الامباكشن هذا يخلي في الامباكشن يجب تثبط روحك شين الحالة صعبة سهلة كداش بتاخد فيها الابروتش اللي بتديرها الفلاب اللي بتفتحها السيباريش اللي بتديرها نوعا شكلها حتى بتديرها السيباريشن هذا الكلام كله مهم في بعض الاحيان حقيقة لما نشوفه في واحدة من العلامات اللي قلناها مخاصة ثلاثة اللي ركزنا عليهم السيباريش اللي الابي جي مش هتعطيك مناظر زي هادي الابي جي مش هتعطيك ساجة الكتز زي هادا ولا توريك انا الناير بخاش بتوين التروتس هنين الابي جي مش هتعطيك كتز زي هادا هادا بالدات اهو اللي هو باين فيه ان فيه لصف في الكورتيكيشن والروت هنين ولي في جنب هنين الكورتيكيشن قاعد سليم لكن برضو الروت فلما انت في حالات زي هادا لما انت يعني تطلب او بي جي وتشوف علامة زي هادي وتطلب سي بي سي تي واسس السي بي سي تي كويس يجب هاد فيه الت smokest انت مع تطلب ربكة مع الباشنت اوني تطلب الإمكان اللي هو باوت كمبليت ملاثة او كورويني كتومي لانه حيغنيه والدراسات اثبتت انه هو تسعة وتسعين في المية او ابتمية في المية ممكن ما يصير في نيرف انجري هادي كل العلامات اللي قلناها واسست في ال او بي جي هنا روز في الكنتينويتي في السي بي سي تي السيرجيكال تكنيك هادي واحدة من الحالات اللي قلنا عليها لو انت تدير بلان صح السيسمنت صح وتزبط الكيرف اللي موجود في الروت وتدير دي كاب هنا هادي هورزنطل امباكشن دي كاب لكراون على الروت سيبرت التوت مع بعضهم ليش ما طلع عنهم جزوز معاهم لهم فيهم سيفيلي كيرف في الابيكال تيرد بي انكسر مني ميش مشكلة انكسر منك حتى التب انكسر منك موش مشكلة ما تدعب سروحك معاه مجرد التب بس ومفيش انفكشن مفيش كده موش موبايل ماهوش مشكلة كبيرة نجو نوع لفلاب اللي بنفتحوه نفتحو في العادة في العادة نفتحو في حالات زي هادي بكل هني امشي بعيد بكل وممكن توقف هني عند السيفن في البابيلا بين السيكس والسيفن هاد اكتر فلاب اندير فيه حقيقة ممكن تطلع لقدام لاندي السيكس على حسب الدبت متاع الامبكشن على حسب فيه ليجين مفيش على حسب في عطاعة المريض هلبة حاجات وكلهم صح هوا مافيش فرق كلهم صح وكلهم شغلات لكن انت احسن حاجة ممكن تديرها يعني والكلاسيفيكيش متاع الامبكشن برضو مهم بتجينيش لبوزيشن اي كلاس ون وجي تخلق تطلع بالنسيجن متاع الكلاس سيكس واي؟ وايو دونك دس لارجي فلاب علاش؟ فانت دبند لفلاب السيلكشن متاع الفلاب دبند على الكلاسيفيكيشن والديفكيكيشن متاع الامبكشن متاع اهم شيء اهم شيء انك تتامجو الفلابوزيشن ناجزıyا هل تطلع بت stabilizeوية رقم الامبكشن وخلاب تيشر مشانك تعطي انتيبيرتك مشانك تعطي انجزيك مشانك تعطي انتيفلاماتيري مشانك تعطي جلібريكيشن بعد العمل يا ذلك لأيزها لا STE amplified على البيشنط بسي في بوست اوبرتف اديما. اوكي. انا درت النوع تاني من الفلاب هنا هوريزنطل وبوزيشن سي شفتوا الفلاب هنا شوفوا رسمة يمين كوريليت الرسمة يمين مع نوع الفلاب يصار. هدي حالة تانية بوزيشن سي برضو دليلها تطلع بسرعة. لما نجي التاني. نديرو في الترف الحقيقة ما نجيوش مناسجوش في السبن هلبة وما نمشوش لينجول ما نحاولوش عظم لينجول تو افويد الانجري لينجول نيرف نديرو في الترف براوند بير وبينعمقه هو ببيشر بير هادو الترف اللول دلنا براوند بير بينعمق لنا ببيشر بير هادو دو هاني في الصورة فشار بير يعمق في الترف لما عم ليش نديرو فيها الحركة هذي بش تكدر ندخل بتاعي زي ما انتم شايفين هنين دخل بتاعي في جنب السنة وندر ميزي الابليكيشن ونطلع السنة. كيف نحول عضم مفروض مفروض اني نعدي الهايت اوف كنتور والويندو منفوق. والويندو منفوق يعني تسمح بخروج الات هذه. لما هي تكون ميزو انجلر يأما ان انت دي كاب. اعسف يأما انت داياجونال سكشنك تنحي الجزء الديستل مش تسهل عملية رموفال والميزي البارد يأما تنحي ديستل يعني ان ما فضل انك انت متنحيش بون انفضل انك انت تجسم السنة انزل على السنة اجسم نحي ديستل بارد نحيه ويش تطلع الجزء التاني. اللي ولو ما كانت تلكه بيفيش ديستل من متنحيش. جلس انك انت دير ترف بسيط بالفشر بير وبكلوا ديستل ودخل السريات الفيتور بتاعك تطلع معك على طول. ما تنساش انك انت تنحي. دي متلقاها لا بدأ تحت السيفن. ما تنساش ناحية. امسكها كويس بموسكيتو. قود شارب كوريت. وتراي انك انت تتسلكها من البوم. بوم فاينين. وبنين كلوجر افد فلاب. هادي سنة بالفولجر بتاعها. وهذا الكلوجر بتاع الفلاب. حقيقة هو الفلاب هذا مزعج. من نقطة واحدة بس. هاد علشان ما ندرش فيه بالميزة بتاعها والسوت شرين ويضايق في المريض والهيلين بتاعها سخيف. فهذا الحالة ما نفضلشين فضل نقوف عندي السيفن وما ندرش في اي ميزة للسيفن ولا دستل للسيفن معدد دستل ريليز. هادي حالة تانية هوريزونتل امباكشن بوزيشن بوزيشن ون كلاس تو هوريزونتل امباكشن اوية عن نيرف. وروتها اعتقد ان هو ما فيش مشكلة يطلع على طول. هنا ممكن تريد جروحك بس في مشكلة لما تدر دي كابيتاشن. لا بيشوف هنا مدارش بارتكا ريليز عادي. هادا. نحن شفتوا البون هنا واضح حلبة. يعني كناحي دستل وباكل. عمق الترف هو بعمق وتبين جزء بس منتو الى من جنكشن. سيبرت على الروت. وكمل الباقي بستريات إليفاتور. وطلع على الروت مكان الكرام. بري سمبل بري ايجي تكنيكس. هادي كلها ديفرنت بور ريموفل ولوين تحول عظم. قامتت تشوف هنا الفكرة هنا. ان هو نحن دستل بارت. هالبناس نحي في النيزي البارت. وتقعد فيه ساعة. كيف انت تنحي الميزي البارت هو لو كنت تحت السفن. كيف. انا مفضل في حالات زي هادو. لو كان الروت استريات الزوز. نوصل في السنة تو حفز. كان كانها فيرتيكال امباكشن. وننحي في الديستل بارت كراون وروت مرة واحدة. ونبعين نطلع في الميزي البارت مكان الديستل بري ايزي باش هتاخد منك اربة خمس دقائق. لما تكون هورزنتل امباكشن نديره في الديكابتاشن بتاعنا. تلتين او ثلاثة اربعة لكراون نكملوا الباقي بالستريات إليفاتور. لو كان كيربيد روت فنحي كل واحد بروحها. ودير بوينت في ابليكيشن. يعني ما تحولش عظم. دير بوينت في ابليكيشن في الروت واستخدم كراين ولا ووربك جيمس بش نحي الروت اهو. هدي حالة تانية انا نفضل التكنيك هدا بالامانة. انا ندير كامل مع الروت ونحي في كامل مع الناحي في الميزي البارت اسرع لي انا واحسن واسهل لي وهدا التكنيك اللي ماشي معاي كل واحد شني يفضل كل واحد شني اه شني اه شني حب هدا كلها تكنيكس وكلها ما فيهاش اي مشكلة. اهم شي انك انت تقول مرتاح لشني وتنزل عملات بشني باقل تراوما للصفتشو والبون. هدا الايام بتاع الجراحة. ديفرنت او ديفرنت او ديفرنت او ديفرنت ايجلاشن ديرو فيهم ديفرنت سيفرنت سيفرنت في لنقصوه اربعة في لنقصوه الاثنين في لنقصوه الاثلاثة في المرات اضطروا لو هو لوسو موبايل نحوه بفايل ممكن نقصوه الاثنين بس. اه هده هما الشباب معانا في المستشفى التعليمي في ترابلس يساعدوا فيه طبعا مشكورين. سيفيلي كارف بعض المرضى ما يقتنعوش انك تخليلي جزء من الروت نحيا. لكلام تخلي جزء من الروت. لا هي فضلت نتنحها بالكامل وفضل الله ما صار لها شيء. هنا يجسام للسنة اربعة هنا يجسام للسنة ثلاثة سيفيلي كارفدي تنح ويطلع معاك. مدام انت مقلل من البون ومقلل من الروت ومدال بتاعك صح يطلع معاك بشكل صحيح. وهدا يدل لكم على حاجتين كيف تقصب الطوء بالماشي بالشكل اكحل هذا او ماشي بنقط. طبعا واحدة منهم انك انت تقصل وانت قصت بالخط الاكحل الجزء العلوي هذا بيقعد لك الثاني اه هذا هو الشكل الصحيح. لو انت قصيت بالخط لبخطط هيطلع لك بالفوق ويقعد لك الثاني يعني هافت انك السيسس هنا كويس. فدوم الادوات اللي تبيهم. تبي مواتو بروب. انا مفضل ما نستخدم ما نفضلش بميني صوته في اللور حقيقة. مفضل فين استخدم في. عشان دير بتاعك. وهذه انادر كيس تانية. والسوتش اللي كانت دويني عليه وهذه دستو انجلر كيف ننح حمد الاواتور مطالق في الانحن الحرب الزوائم ويقعد ل Joshi هذه فكرة تانية برضو. مش تمنع ان يصل لك root fracture. حط الاواتور ميمي على كربةãy لاو هي وساء السيت ہے غير ميز أي باوت Rivera متها مثلا على طول. لو هي ماشية أعике الكائب ولحكس الكائب لتضبط Deep Widging Tt قوم معكس في الانحن عغفة على طول. يوميا انا حبيت بس نذكركم باهم النقاط هادي الباسيينت أصر انه ينحيها مبيش سبب انه ينحيها بقر هنا هو عمره ممكن حواله احوالي تسعتاشين سنة او عشرين سنة واحد وعشرين من انذكرش بالزبط لكن هو أصر انه ينحيها بعد ما تسكسي قلت لما فيش داعي انك خليك اندرو يسأل على قلت لها فيه ممكن تصير لكن نسبتها بسيطة بكل ممكن تمانية في المية او ممكن عشرة في المية اصراني ناحيها تحولنا بون اه بشكل صحيح ترنا ونحينا الكراون اتنين برضو والروت اتنين طلعنا السنة اربع اجزاء بعدها انا تركيز ثانية يعني هنا يديسكس كيف انك انت تنحي اللي دوني جاعد اديسكس الكراون يعني انك تدير مع بعضهم الكراون هنا انكسر لي انا ديكايد ما كنتوش نعم داير منصين حقيقة انا مش لك تحت لكن شوفوا الكارف هنا بتاع السيفن طلع سليم حتى لو كانت سعين درجة انا كفي اماح في حالة زي هادي لما جيت نحي بعم اتفصل نحي الروت العلوي هو لوا وبعدين تعال الروت السفلي من فوق ما جيش من تحت لو جيت تحت بتقيمة الفوق حينكسر في الهوك هنا فانت تعال من فوق جمس دير فيه نفسه الروت نفسه دير فيه بوينت فو ابليكيشن براونت بير مات انا عمقها شوية وخش في الابليكيشن هدي وحاول انك انت تمشي عكس الكارف يعني الكارف هو الفوق انت جيما بالعكس مش يطلع معك سليم انادرك كيس ثانية بتاعنا وسبليشن التروت مع بعضهم يطلع معك بشكل صحيح حتى لو كانت سعين درجة اوكي اخليكم فيديو في الاخير اه مرات في بعض احيان تضطر انك انت تقول والله لو بعد درس العقل هاد احسن في حالات الترانسبلانتيشن مرات المريض يستحقل وبرستل ديفولبن للبيشنت عمره عشرين اه تسعتاشن سنة اسف ستعتاشن سنة خمستاشن سنة ربعتاشن سنة التايم فور امبلانت مازال والسنة قاعدة استيل ديفولبنج اني نفضل في حالة زي هادي وندير فيها روتيني في العيادة عندي لاني نقنع المريض ان يتنحى السنة هادي وتنزل عدس عقل مكانها وخاصة لو كانت اوبن ايبكس ومرا ندلوش حتى في ار سي تي في الايامة الاولى واسس السنة ونشوفه احتمال تبقي ار سي احتمال ما تببيش لو كانت اوبن ايبكس خليك على المتابعة فالغالب ما تستحقش الار سي تي لو كانت ايبكس ندلوها في ار سي تي بعد توويكس وحاجة تانية لو هما طلعوا بالكامل والسيكس او هنيه سيكس مخلوعات والامريض جاي من الكراودينج في الورنتيريا والايد طلعت والسيكس مخلوعات دي لانا الايد مليها شاي علاقة في الكراودينج ويببيحط امبلانت في مكان السيكسات وعندها اوفيروبشن في الابر سيكس بايلاترال ومدلاين شيفت وكراودينج وتيلتينج في الاسنان فاعملية الاورتو يبيها يبيها فانا دسكاس مع الاولية انا زراعة ما تجيكش بالشكلة ضروري ما نصلح الوكلوجين والاوفيروبشن اللي عندك والدريفتينج اللي صاير والدلتينج اللي صاير ودرت كونسلتيشن مع الاورتو القالي انا شو رايك نسكر لك سبيسيز على لك اوفيروبشن ونقدم السيبن والايد هنا خليهم سيكس وسبن والايد هادي نقدمها نخليها سيبن وحط لها بيت زرعة واحدة بس وهذا اللي صار حقيقة ونحنا نجحنا في عمل تريتمت بلايجود تريتمت بلانيج لبيشت هذا انك انت هل الحالات هاتي اول حاجة تستدعي رقم واحد رقم اثنين دير جود اسسمنت كويس كلينكل اندريديغرافكل رقم ثلاثة لو ما تستدعي رموفل انت بتنحيها بالكامل والله بتدير عملية اسمها وهادي كونشدرد لما فيه هاي ريسك من نيرب انجري اكورنينجل اللي شوفتم في الاو بي جي اوكي شو مقصود بيكون ايكتو منك انت تنحي الكراون وتنزل الروت بلو شويه الليفل بتاع البوم من ثلاثة الاربع ميلي مش الكراون بس وتنحي مقا برضو من اثنين الاربع ميلي من الروت ليها كونترانديكيشن يعنس ليها كونترانديكيشن لو كان او في باثولوجي اروند الروت او لو كان فيه موجودة كانت الاردكايد الروت هاده بعد ما نحيت حاسيت انهو موبايل يوهافتو رموفت يوهافتو رموفت مبيش اي ما فيش اي يعني اه تفكير في الموضوع اهو هوا هاده علاش احنا نفضله لمونتا ناوي تب تدير كورونيكتومي حاول انك انت تدير كومبليت سيباريشل الكراون على الروت مش زي الحالات التانية نحن نديره في التلتين والتلات ارباع ونكمله في الباقي بستريت ايليفاتور انا ممكن يتحرك معك الروت ودير راونداشن خود راونداشن الروت ونزل بلو الليفل بتاع البون من ثلاثة الاربع ميلي في بعض الناس يحطوا في انتباتك يسكروا ما هيش مشكلة يعني في ناس ما تحطش ناس تحط ما هيش مشكلة كبيرة اذا ما كل حالات اه اه كان فيهم وتعتبر هي طبعا واحدة من يعني جماعة عندهم المودرين كافيتي ديزاين والمودرين رستوريشن والميلي من الانفايزف ديندستري حتى حني الجراحة ماناش غزارين ولا نحب البلد وعندنا حتى حني كونزرفاتف ديندستري نحن نديره كورونيكتيم باكتر واحد درسة وعمل استادي على دور خمسين كورونيكتومي على واحد واربعين بايشن ولا بايشن صار لنيرب نومدس انا هذا الاستادي التاني بالوينج اللي هو عمل ميه واحد وسببين كورونيكتومي وصار لنيرب انجري وخش في تيمبري براستيزي استمرت وان منطقة الجيد واحد هو الحالات الحاجة انتريستن انه هو نشرها واحد من الانفايزف ديندستري حقيقة على انه هو دار كورونيكتومي هنا والسنة فيها ديندستري وتابعة الحالة عند الثلاث سنوات اعتقد ما فيش اي افنس افريكارنس خلى جوز من الروت وجم انتم شايفين هنا ان الروت تحرك في اووو خاصة افاوو ستة شهور في هاي بوسيبليتي انه من حوالي من واحد فاصل الى تسعة ميلي لاثنين فاصل اربعة ميلي ممكن تحرك روت اهوام ممكن تضطر انك تدير سكند سيرجري ممكن تضطر انك تدير سكند سيرجري وهذا كل ما فروض تتكسس مع البيشن هدي حالة تانية اعمال فيها كورونيكتومي لكنه يخلى تشل شوي من الكراون موجودة نفضلوش نخلوها نهادي لأن فيه بسبلت ممكن تصير وهذه حالة ثانية فيها سيست كبير نتجر السيست نحل السيست وخال جوزه من الروت مش عشان يمنع الويكنيق المندق ويمنع نيرف انجري يعني هذا التكنيك اللي قلنا عليه وفي حتى نوشرت الكرونيكتومي كسيرجيك الابروتش للنباكتد من دوبال تيريد مولر ووجدوا أن تصل نسبة النجاح إلى 100% إنك أنت ممكن مديرش نيرف انجري لكن ممكن تصل إلى 100% أو 95% تمام هذا التكنيك اللي قلنا عليه شرحناه طبعا وفيه هل بناس فكروا قداش روتي بيتحرك هل بيتحرك ولو مش بتحرك هذا كل السيست موجود اللي عندها نترس ممكن يتبحث وعملوا برضو كوريليشن بين الكرونيكتومي والسيتي يعني هل بيتحرك ولو مفيش ووجدوا أنه في كوريليشن موجود وممكن نعتمدوا على التكنيك هو كالترنتيب تكنيك للكمبيت كرونيكتومي وقارنون ببعضهم ووجدوا أنه فيه significant difference ومباناتهم الزوز. What's about Brutontal Defect? لو إحنا عملنا Coronectomy. This is the research question كان بتاعهم. هل فيه correlation between the cronectomy and development of Brutontal Defect distal second molar? فيه correlation ولا ما فيش. This is the study design كان. ليش لأن بعض الناس advice أنهم يحطوا بعض الحاجات distal 7 يشامل Brutontal Defect. الغاية هنا هو Brutontal Defect distal 7. كانت كهرة الصدي هي كانت single group الأمانة وهذه واحدة من عيوبها وكان عد المرضى فيها موش كافي. لكن يعني الconclusion في significant difference في البون development distal 7. واللي يظلم في الصدي هذي لأن الحالات متاحها شوية ومدخل فيها different angulation, different classification, different class, different depth, different position. ووجد أن ما فيش correlation between the third molar angulation and the depth and position. وال Brutontal Defect distal 7. فيه limitation. ياس فيه limitation في السطادي هذي. ما فيهش control group. فيها complication ممكن. ممكن سجلات. ممكن نطلع نديره second surgery. لكن بالأمانة أنه تزبط أن نحن نديره cronectomy أحسن نديره complete odontectomy. من لو قررناها من ناحية Brutontal Defect distal 7. ركومنديشن بتاع السطادي كانت أنه مور large sample size مور clinical study. مور كونترول group. كونترول جروب. كونترول جروب. كونترول جروب. كونترول جروب. كونتر في عمل التغيير. هذا سقراط. يكمن في أن تركز طاقاتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد. ونحن ننصح كل الشباب اللي هما اللي كيف بدين اللي هو start or think قبل ما يخش على السنة هادي يعمل analysis كويس وكان clinical or radiographically plan good plan if you do plan if you plan if you fail to plan you plan to fail. دير good planning سواء clinical or radiographically interpret radiograph carefully. بتعتمدش على بري اي بيكال روت فيها مش طالع الكنال فيها مش طالعه او او بي جي معيش واضحة او في تليفون او في كده ومصورها وبعدها لك حد لا معلش شي اعمل assessment كويس وحاول انك انت تبدأ بحالة simple try انك انت تدير الحالة دير الحالة مرة تانية do again keep on doing لان توصل في السكسس واتمنى لكم التوفيق هذا الفيسبوك بتاعي وهذا ايميلي ومجددا اشكر الدكتور مازن واشكر كل زملائي العرب اللي شاركوا معي في هذا اللقاء العلمي. اشكركم وسمحوني لو انا اخطأت في حاجة لو انا اخطأت في حاجة من نفسي واتمنى لكم التوفيق جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.